أهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر كنت بدور على حاجة أشربها كده فاشتريت شاي أخضر وسمعت إنه مفيد فدورت على الموضوع ولاقيت إنه فعلا مفيد فقلت لازم أشارككم المعلومات دي ونشوف الفايدة بتاعة الشاي الأخضر بص يا سيدي الشاي الأخضر اتضح إنه مفيد جدا وإنه بيطي من بعض أنواع السرطانات زي سرطان المعدة وزي سرطان القولون وغيرها من السرطانات كمان اتضح إنه مفيد لمرضى السكر من النوع التاني يعتبر بيزبط مستويات السكر وكمان مفيد لمرضى ارتفاع الضغط يعتبر بينزل ضغط الدم شوي وكمان طبعا بينقص الوزن فمفيد للناس اللي عندها سمنة كمان بينزل مستوى الكوليسترول فمفيد برضو للمرضى اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول في الدم وبيقيم التصالب الشرائيين ده كمان ليه تأثير مضاد للالتهاب عموما في الجسم كمان يعتبر وده طبعا مفيد لكل اجهزة الجسم كمان يعتبر بيزبط جهاز المناعة بتاعنا وبيخليه يشتغل كويس كمان بيحافظ على الجهاز العصبي وبيقي من بعض الامراض زي الزهايمر وزي اسشالة للرعاش او الباركنسون ديزيز وكمان يعتبر بيحافظ على العظام وبيزود كسافتها وكمان يعتبر بيقل النشاط جرسومة المعدة طبعا زي ما احنا عارفين ان كل حاجة زي ما ليها منافع ممكن يكون لها اضرار فمن اضرار الشاي الاخضر والشاي عموما انه ممكن يقلل امتصاص الحديد بس يقال ان ده لو شربنا منه كميات كبيرة كمان طبعا من مسوق شوية انه هو مدر للبول لكن انك تشرب كوباية في اليوم او كوبايتين من الشاي الاخضر دي حاجة جميلة جدا انا اشجعك عليها طبعا في ملاحظة بس حابي بقولها ان مش معنى ان الشاي الاخضر مفيد للضغط والسكر والكلسترول والسمنة ان احنا ما ناخدش العلاج ونقول هنشرب شاي اخضر طبعا لا ده حاجة يعتبر كده مساعدة وكمان يعتبر وقاية للناس اللي ما عندهاش اي امراض من دي انك تشرب شاي اخضر دي حاجة جميلة كوباية او اتنين في اليوم هسيب لك بعض المصادر في الوصفة اسفل الفيديو تقدر تشوفها وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لخضراتكم